أكدت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم أن البرنامج المهني الذي يأتي ضمن فعليات الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد وسيلة مستحدثة لدعم صناعة الكتاب والنشر وقد أضفت الوزيرة أن البرنامج المهني يشمل مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تطوير ومواكبة القفزات المتلاحقة في هذا المجال وتكوين قاعدة بيانات متكاملة للعملين به مشيرة إلى أهميته في الارتقاء بالمنتج المعرفي